بنلاقي مولانا بعض الناس لما بتشتغل في كاسة شغلانة مثلاً يشوف شغلانة مثلاً شغلها فلوسة قليلة فتلاقيه يقول أو يبرر نفسه اللي أنا مش هاهتمل بالشغلانة أو يلاقي نفسه مبرر أنه هو ميركسش فيها سواء في عمل خاص أو حكومي أو كده وحتى ممكن لديه عنده مشاكل مع مدير العمل أو مشاكل في الشغل فده بيؤدي ساعات أنه هو ميركسش للشغل حقه فإزاي الواحد أو رأي حضرتك إيه في القصة دي وإزاي الواحد يتعامل مع الأمور دي الإنسان في العمل يجب عليه أن يعرف مكانه أين هو فين هو لأنه ممكن أن يكون رئيساً وممكن أن يكون مرؤوساً وممكن أن يكون فوقه طبقات من الرؤساء الرضا بما أقامك الله فيه أول طريق النجاح وأول طريق الرضا والتسليم بحالك وبما تقوم به في بعض الأحيان يتشوف الإنسان إلى أن يؤدي ما ليس في مجاله ودوره وهنا علم الإدارة تنبه إلى هذا الخلل علم الإدارة بدأ من بدايات القرن العشرين لكنه في خلال سنوات قليلة تمت فيه دراسات إنسانية واسعة وكلها تهدف إلى تحقيق النجاح ولذلك من المهم للغاية على المسلم أنه يتعلم علم الإدارة من علم الإدارة ألا تتعدى رئيسك من علم الإدارة أنك فيه اللي إحنا بنسميه عندنا الصبر طولة البال كثير من الناس يصطدم في مثل هذه المواقف لأنه عندوش طولة بال لأنه متشوف لأنه يريد أنه ينط درجتين ثلاثة علشان خلق الإنسان عجولة لأنه مش راضي مش راضي بوضعه هو فاكر إن الوضع اللي هو وضع فيه يعني أقل من مما ينبغي أن يكون هو فيه لو إن إحنا توضعنا شوية أو شويتين ما فيش مانع لو إن إحنا رضينا بمكاننا لو إن إحنا طوعنا ابن عطاء الله السكندري وهو يقول يعني كن حيث ما أقامك الله يعني ربنا أقامك هنا أصبر بقى لغاية ما ربنا واترك ربك ينقلك ما تخليش أنت نفسك اللي عايز تتنقل من مكانك إلى مكان آخر أو من مستواك إلى مستوى آخر أغلب المشكلات هتتحل لكن فيه مشكلات أخرى بتأتي مما أسمعه علماء الإدارة بالعلاقات الإنسانية في العمل والعلاقات الإنسانية في العمل جزء منها أخلاق الرئيس نفسه فممكن الرئيس يبقى غيور حقود وضعه يعني ما هواش برضو في المنظومة الأخلاقية لكن كلامنا اللي إحنا بنقوله ده هو للجميع للرئيس والمرؤوس فليس منا وليس منا كلمة صعبة شوية لأنه يعني مش مننا يعني لكن هو ليس من شأننا وليس من أخلاقنا وليس من الطريقة بتاعتنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا برضو الكلام ده للرئيس نفسه رئيسك اللي في الشغل يجب عليه أنه يبني كل هذا على الحب طيب قول اتفضل